كابتن إهاب جلال عنده مهمة مطشين غينية وأثيوبيا وقال لك أنه يوم الحد هبتدي يحط بقى المحترفين وطلب من الكابتن شاوق يبص على المحترفين وناس الأزيد يعني يبص على كل المحترفين مش بس هل متخلق أنه ممكن الكابتن إهاب يضم ناس جديدة في المحترفين؟ من المحترفين أعتقد يعني أنت ما عندكش قاعدة محترفين واسعة يعني مش كبيرة أو اللي بيلعبوا في أندية اتقل كريم حافظ اتقل كوكا اتقل عمري وردة اتقل أحمد ياس الريان اتقل يعني سام مورس يعني عدد من الأسماء كل دول بتهيقلي انضموا قبل كده يعني بالنسبة لي هم ما قدموش حاجة لمنتخب مصر أو ما عملوش حاجة كبيرة لمنتخب مصر هبيتهيقلي هو ممكن الراجل يبقى عنده وجه النصر تاني أو هو هيجيبهم شغل معهم بطريقة معينة بشغل معينة بشغل هو لكن في الأول وفي الآخر هو يعني يعني صعب يحصل تغير في المحترفين لا أنا بالنسبة لي صعب اللي هو يجيب المحترفين جداد وما فيش أصلا بالنسبة لي برضو ما فيش يعني ما فيش حد اللي هو مسمع بشكل كبيرة يعني هما صلاح و النن و تريزيجي و مصطفى محمد و مرموش هما الخمسة واحجازي بعد ما رجع التدريد معتقدش هما دول الستة يعني معظم اللعيبة التانية يعني ممكن كريم حافظ هو اللي بيشارك باستمرار كهرباء على فترات كوكا كان ماشي كويس جدا قبل كأس الأمم وكان من العناصر اللي كانت ممكن تبقى موجودة أحمد ياسر ريان نفس الكلام برضو كان ماشي كويس لفترة كبيرة فاعتقد كل دول كانوا موجودين قبل كده وزي ما اتكلمنا على اللعيبة اللي فاتت انكلم على الناحية دي كابتن إهاب هيجيب كل اللي هيخدم طريقة لعبة فأكيد دقا هيشوف اللعيبة كلها و هيختار اللي ناسبه بس طب قولي انت متوقع لعيبة تظهر مع كابتن إهاب كانت يعني مثلا في ماطش سيراميكا و الجونة كان بيتقال أو يلمح ان كابتن إهاب مركز مع محمد ابراه مثلا أنا بدي مثال يعني هو اتمرن معاه في المقصة اعتقد مع كابتن إهاب هو اللي رجعه لشكله أو مستوات طبيعي في السنة بتاعة المقصة الصراحة اه بيبص على احمد رفعل بيبص على احمد عاطف على عبدالقاد وفق الكلام اللي بيجيب هو اي لعيب ماشي بشكل كويس في الدورة لفترة يعني مش مباروعة هده اكيد لازم هيتابعه ولازم ياخد فرصته لا المتابعة ماشي انت متوقع كابتن إهاب ممكن يفاجئنا في بدايته على طول بلعيب جديد بلعيب بغيب حتى لو ضمه ما اظنش ان التشكيل هيتلاقي فيه بشكل كبير لان ده طبيعي جدا انت عندك مقشين قريبين من بعض وورا بعض ولسه اول تجمع ما عندكش حتى مباراوة دية قبلها تقدر حتى تفكر ان انت هتدي فرصة لحد فظن انه هتلعب باللي كان قبل كده وتكمل عليه لان هو كابتن إعاد برضه في المؤتمر قال لنا الجاي يكمل شغل كيروش شغل كيروش طبقوا مان فهو مش هيعمل تغييرات كبيرة جدا وبردو في الأول والأخر في الأول والأخر ما فيش تغييرات كبيرة يعني ل plugins جاي يكمل شغل كيروش جاي يعني مخلوعين أصب لأ دي بتتقالي يعني دي بتتقالي عامة يعني إنما في الأول والأخر برضه اللعيبة عامة يعني عشان تدخل جوه القوام بتاعك مثلا عشر لعيبة دم لو قلتلك قولي تلاتة لعيبة انت متوقع ممكن يبقى واحد فيهم في تشكيل مثل غينية وانا هدخل معاكو في الاكاية دي غينية اول مثل المنتخد حد جديد تلاتة جداد لا قولي تلاتة ممكن واحد منهم يبقى موجود في التشكيل وادخل رهات تشكيلة الاساسية احنا قول دونجة دونجة ما هو لعب مع كروش انا بقى ما هو لعب مع كروش اخر موتش انت عايز حد من بره خلص القايمة اين حد ما اه حيفجئنا بحد في الماتش بتاع غيني ويبدأ يبدأ او ينزل بتاع تبسك هالي على الوحدة او يجي المعسكر او يجي المعسكر او يترشح للمعسكر او يجيلي تليفون او يقابله عالكا فيه اصلا انا بنا اخد بالك احنا بنا رعانات كتير وخاصرنا خاصران بقولك ايه في رمضان ايه بقى لا اقول او فيش رعانات في رمضان كاي اطاعتو اطاعت مين ده تسعة ستة تسعة فين تسعة ستة بقولك حاجة قال لي ايه احنا متفين قال لك مرة واحدة لقيته بيقوله انك ازبانك تمانية فين التمانية دولنا جاي بقى الاربع حلاقة حسب واحدة بتمانية مانا بقوله زال بسكت في سمانية جابت ننسوا بسكت في سمانية احنا عندنا سمانية لا اقول لي اسبق ثلاث لعيبة ولا انت مش متوقع مانت ممكن تقولني يعني في لعيبة انا شايف ان هي هتاخد فرص ممكن او تبقى موجودة في المعاصق يعني احمد عاطف اكيد طبيعا جدا لازم هيبقى موجود بناءا عن اللي هو قدمه خلال عشر اسابيع اللي فاتوا يستحق ان هو يكون موجود وياخد فرص انا اعتقد احمد رفعت من عناصر اللي ممكن تبقى موجودة مع كابتان اهاب برضو الفتر انت اقول لي هل انت عندك اسم معين احمد عبدالقادر هل بقى موجود احمد عبدالقادر او محمد براي وممكن الاتنين يبقوا موجودين مع بعض واحد منهم هيبقى ليبقى لي دور في المدشين دور خد بالك الكابتان اهاب بيحب النوع ده يعني انت اللي بيتابع كابتان اهاب جلال بيحب النوع ده من اللعيبة بس خلي بالك اماكنهم نص الملعب اللعيم اماكنهم مين يعني انت برضو لازم تبقى عارف هو خد بالك اصلي انت عندك في نص الملعب هو هيلعب بطريقة كيلوش 4-3-3 هو بيحب اللعب 4-3-3 على طول برضو بس هو بيحتاج لعب مهاري شوى في نص الملعب محمد ابراهيم يدينه دي هو كان بيلاعب عبدالله السعيد هو عبدالله السعيد بس هو محمد ابراهيم يلعبش في دي يلعبش في التلاتة دي يعني في التلاتة دي مع المنتخب اللعبة في المقصة اللعبة في المقصة من غير منتخب مصر يعني لو مطش طب انقرب واحد يبقى لعبدالله السعيد بالنسبة للكابتان ايها ان ما كانش عبدالله لا يعني مفيش حد معين بس ما اعتقدش انه هو هيبقى محمد ابراهيم واحد من التلاتة ده يعني صعبة انا بالنسبة لي في طريقة اللعبة دي احط زيزو زيزو طيب هو زيزو الطبيعي انه هو يبقى واحد من التلاتة من قبل كده اه طبعا اه من البطولة انه هو طريقة لعبة لا اوه كده كده زيزو لازم هياخد لا واحد من التلاتة اشهو بياخد مكمين محمد محمد عشان ما كانه محمد صراح فافاش تهاري الثلاتة اللي بلعبه جنب بعض انا قبل مختم عشان هنعلق بقى رهون هنجبتش منيش معاي انا لا معنا هنمضيك ونحسبك اخر شهر هنخصب منك اخر شهر هتروح منينا فيه صح ولا جلط توقعتك لماتش الاهل وفاق سطيف ان شاء الله الاهل يكسب ويعديه عشان يبقى جاز بشكل قول للنهاء كم كم يعني لا مفيش بس اعتقد الاهل ممكن يتعادل واحد واحد او سفر سفر كابتن احمد الاهل 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 هيتعادل هيخسر فرق جول بس لو خسر اختار واحدة بتعودش تلعيبني كده تقولي اذا بكسب الراهنط خلاص الاهل هيخسر فرق جول انا بقولي التعادل خد بالك انا شوفت انضمت ايه منعان هو بص شايل مني ايه لعب عالك كذبانة ايه لعب عالك كذبانة نحن لسه يامنا طويلة مع بعضنا شهر رمضان اصل لانا كنت اكتيني تقيلة في الهل بالتوقعات